في خطاب يظن البعض أنه دبلوماسي إلا أن التهديد والوعيد كان حاضرا بين ثنايا تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني الذي دعا سلطات كردستان العراق لتقديم توضيح شاف بشأن ما وصفته طهران بالاتفاق السري بين أربيل وواشنطن يسمح للولايات المتحدة بتسليح قوات البيشمرقة بأنظمة دفاع جوي كنعاني هدد تلميحا في مؤتمره الصحفي الأسبوعي أن على كردستان العراق التصرف بمسؤولية والحفاظ على سياسة حسن الجوار في العلاقات مع إيران وبما أن وجود أنظمة للدفاع الجوي يمكنه من إسقاط مسيرات إيران شمالي العراق تعده طهران تهديدا لها فإن النتيجة لا حسن جوار كما يقول مراقبون والباب سيبقى مفتوحا لهجمات الحرس الثوري الصاروخية المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني نشط ذاكرة حكومة السوداني بوجود اتفاقية أمنية بين بغداد وطهران داعيا إياها للتصرف على مسؤوليتها الخاصة تجاه أربيل ومطالبا بصيغة الأمر تفسير ما يجري الاتفاقية الأمنية التي وقعها مستشار الأمن الوطني السابق قاسم الأعرجي وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني والتي لا تعرف حتى اللحظة بنودها وتفاصيلها لم تكن كافية لدرء خطر إيران فبعد أسابيع فقط من توقيعها هدد قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني محمد باكبور بإعادة استهداف مواقع من سماها بالجماعات الانفصالية الإيرانية في أربيل والسليمانية في حال أضاعت بغداد الفرصة الأخيرة التي منحتها طهران لها حسب قوله مركز برنامج أمن الشرق الأوسط أكد تزايد الطلب على أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية في المناطق التي تشكل فيها ذخائر وصواريخ إيران الباليستية تهديدا حيث تأمل عدة دول تعزيز قدراتها الدفاعية الجوية لمواجهة هجمات إيران هجمات يبررها نظام طهران بأنها ساهمت في اتساع ما سمتها جبهة الثورة الإيرانية وعززت من اقتدار طهران وفقا لوزير الأمن إسماعيل خطيب الذي قال إن جهود بلاده أثمرت عبر اضطرار نقل المناوئين لإيران قواعدهم من كردستان العراق إلى دول أخرى